مائة وثلاثة وخمسون ألف مكتتب في صيغة عدل على موعد مع استلام سكناتهم قبل نهاية السنة الجارية حسب ما أعلن عنه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل الذي شدت على عدم تسليم السكنات إلا بعد استكمال أشغال الربط بمختلف شبكات فضلا عن تهيئة الخارجية أضبطنا مع السيد وزير السكن والعمران والمدينة أضبطنا رزنا من التسليم السكنات لسنة 2020 ومشينا تقريبا من 153 ألف وحدة سكنية توزع من نهاية السنة وفي 153 ألف وحدة سكنية هي الموجودة المائة وعشرين لجميع المدرأ الويلانين ما نعلنش على أنه راح نوزع سكنات ولما نوزعش سكنات إذا ما كانش عدد الكهرباء موضوع وعدد الماء موضوع والغاز يعني في المسكن وإحنا راح نراقب هذا الشيء مسكن بمسكن وعن تلعب الحاصل في نوعية السكنات تعهد المسؤول الأول عن وكالة عدلة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين تصل حد المتبعات القضائية يعني كمسؤول أول عن الوكالة أنه كرامة المستفيد من سكن عدل خط أحمر خط أحمر وأنا كنت يعني اتخذت قرارات في بعض المواقع اللي صارت فيها كوارت كيمة هذه أنه عزلنا المسؤول على المكتب الدراسات عزلنا المسؤول للمشروع من وكالة عدل وأنا نقول الآن أنه راح نمشي حتى المتابعات القضائية فيما يخص هذه الأشخاص يعني كل إنسان عليه يعمل العمل تعه إحنا لازم نوفر مسكن سكن عدل ليتجاوب مع دفتر الشروط لمتعاقدين فيه مع المؤسسة أمال كثيرة يعلقها الألاف من مكتبي عدل للحصول على سكن لائق يحفظ كرمتهم إلا أن الخوف من تكرار سيناريو 2001-2002 لا يزال يراود الكثير من المكتبين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة